اشتركوا في القناة 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 كل دا بيتم تكييفه باستخدام وحدات مركزية كبيرة جدا اشتركوا في القناة 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 زي ما هنيجي لها دلوقتي وهنشرحها بالتفصيل فبيع كسيب أممكن يكون الملف الخارجي ده مباخر أو ممكن يكون الملف الخارجي ده مكسف الملف الداخلي وهو أيضا من النوع المزعنف بنفس طريقة صنع الملف الداخلي أو الخارجي الأنبوبة الشعرية وإحنا قلنا طبعا عبارة عن مصورة من النحاس وأحيانا بيتم لحام جزء من مصورة النحاس مع مصورة السحب زي ما إحنا ذكرناها أبدا ليه؟ عشان تعمل أو تكون المبادل الحراري الحراري بيرفع من كفاءة عملية التبريد وبيرفع من كفاءة الدائرة نرجع بقى للبلف العاكس ونيجي نقول البلف العاكس طيب نوقف شوية عند البلف العاكس ونعرف يعني إيه البلف العاكس أو عكس إحنا بنيجي نسمح حتى في الإعلانات في التلفزيون يقولك جهاز تكيف الهواء زوء الدورة المعكوسة جهاز تكيف الليسبلت زوء الدورة المعكوسة يعني إيه الدورة المعكوسة؟ الدورة المعكوسة اننا باستخدمه في حالة الشتاء وفي فصل الصيف باستخدمه في الفصلين حتى انت اما نيجي نروح نشتري جهاز تكيف المهندس او صاحب المحل او المعنى بالمحل بيقولك انت عاوز جهاز تكيف بارد ساخن او بارد فقط فانا لو بارد فقط يبقى انا مش محتاج فيه بلف عكس لاني مش عكس مركب التبريد ولكن لو بارد ساخن يبقى انا لازم اركب فيه البلف العكس طيب ايه هي وظيفة البلف العكس البلف العكس هو عكس اتجاه سريان مركب التبريد حسب العملية المطلوبة سواء كانت العملية تبريد صيفا او تدفئة شتاء يبقى هو بيعكس لي اتجاه سريان مركب التبريد بحيث ان يجعل الملف الخارجي يكاد يكون مبخر والملف الداخلي يكاد يكون مكسف والعكس صحيح زي ما هنشوف في دائرة التبريد وهنشوف في مكونات البلف العكس اللي موجود عندنا طيب تعالوا نشوف كده الشكل العام للبلف العكس ادي شكل البلف العكس هو عبارة عن مصورة اسطوانية او شكل اسطواني من النحاس بيركب عليه يا شباب اربع مواسير او اربع مواسورات زي ما احنا شايفين المصورة اللي من اعلى دي دائما وابدا بتتصل بمحركة ضاغط وهي تعتبر خط الطرب اللي بيوصل من الضاغط الى البلف العكس زي ما هنشوف في مصورتين احدهما توصل للملف الداخلي والاخرى توصل للملف الخارجي والمصورة اللي هي في الوسط دي مباشرة دائما بتبقى بتوصل لخط الراجع المتصل بمحركة ضاغط طيب تعالوا نشوف الشكل العام تفصيلا شوي اهو ادي الملف الاسطواني اللي بيكون موجود عنده او عبارة عن اسطوانة من النحاس الاسطوانة دي بيتحرك عليها ده من داخلها جزء منزلك الجزء المنزلك دي فيه موجود جواه قلب حديد يا شباب القلب الحديد دي بيوصل لي نقطة تيم مع بعض ويعزلي نقطة يعني لو جيت ابص على سبيل المثال انا اسمينا هنا اديل اي والبي والسي ثلاث مواسير موجودة عندي طبعا المصورة اللي من اعلى متصلة مباشرة بخط الطرد اللي هو من المحركة ضاغط والمصورة تندول واحدة متصلة بالملف الخارج اللي احنا كتبيني هنا المكسف والاخرى متصلة بالملف الداخلي واللي هو موجود هنا ايه المبخر طبعا ما جا اقول الملف الداخلي المبخر يبقى نازم اعرف ان الملف الداخلي يبقاني هنا باستخدم البلف العاكس في عملية التبريد صيفا لانني وجدت داخل الغرفة الملف الداخلي اللي هو البارد او صدرجة الحرارة المنخفضة يبقى ده تبريد صيفا وايضا يتكون من ملف كهربي الملف الكهربي دي يا شباب في بلف مرشد البلف المرشد دي هو اللي بيتحكم في المكبس والجزء المنزالك اللي موجود داخل البلف العاكس بحيث ان يوصل لي نقطتين مع بعض ويفصل لي نقطة او يوصل لي مثلا المصورة C والB ويفصل لي l-A كما هو موضح قدامي بالرأس او يوصل لي l-B والA ويفصل لي l-C زي ما هنشوفه بعد كده ان شاء الله ومجموعة من المواصير الشعرية متصلة بالبلف المرشد متصلة بايه اطراف البلف العاكس دي بتساعد على بتساعد الجزء المنزالك على عملية تحريكه عن طريق الضهوط طيب تعالوا بقى نشوف الصمام بيتكون من ايه زي ما احنا ذكرناه جسم الصمام الرئيسي وهو الجزء المنزالك كالبستم اللي هو بيتحرك حركة عشوائية من اليمين الى اليسار والعكس استوانة بها سلاس مخارج في جهة ومخرج اخر في جهة الاخرى المقابلة ايضا انتعالوا نشوف الوصلات المتصلة بالبلف العاكس وصلة اولا فيها طبعا احنا قلنا عبارة عن مجموعة من الوصلات اولهما وصلة عبارة عن مصورة تصل بين الضاغط والفتحة الوحيدة الموجودة باحد جانبي الاستوانة الوصلة الوسطى وهي على الجانب الاخر الموجودة بها سلاس فتحات تتصل بفتحة الراجع للضاغط وصلة تتصلتان بالملفين اللذين يعملان كل منهما كمكسف والاخر كمبقر كما صبك ذكره وكما صبك شرح وفي الوصلات الاخرى اللي احنا قلنا عليها اللي هي الوصلات الشعرية او الانبوبتان الشعريتان اللي هم الصغيرتان دول تتصلتان باعلى زي ما احنا قلنا ووحدة باسفل جسم الصمام وتصلانه بصمام التحكم المغناطيسي او يمكن تسميته بصمام المرشد او الصمام الصلونيد طيب تعالوا بقى نشوف ازاي وضع البل في العاكس بيتم عن طريق عملية التبريد صيفا وايضا هنشوف عملية التدفئة شتاء زي ما احنا شايفين كده يا شباب ادي وضع البل في العاكس موجود امامي البل في العاكس هنا موجود زي ما احنا يقولنا التركيب بتاعه وسمينا النقطة رقم واحديا اللي هي المصورة المتصلة بالضاغط والمصورة رقم اتنين اللي هي المتصلة بالملف الداخلي اللي في هذه الحالة يعمل كمبخر اللي موجود داخل الغرفة والاستوانة رقم تلاتة اللي هي متصلة بالملف او المتصلة اللي هي دائما وابدا متصلة بخط الراجع والاستوانة رقم اربعة المتصلة بالملف الخارجي اللي بيعمل في هذه الحالة كمكس تب تعالوا نشوف فقه ازاي دائرة التبريد بتشتغل وازاي بنحصل البلف العاكس بيقوم بعمله اثناء عملية التبريد بيقوم صيفا يقوم الملف القهربي والبلف المرشد اللي موجود قدامي ده يا شباب بتحريك الجزء المنزلق ليتم توصيل النقطتين اتنين وثلاثة معا يبقى اذا النقطتين اتنين وثلاثة مقصورين على نفسهم والنقطة رقم اربعة منعزلة عنهم ولازم نعرف حاجة ان مركب التبريد الخارج من المبخر او المكون بيقابله مباشرة بعد المبخر لازم يكون المكسف فهنا مركب التبريد الضغط هيضغط بخار مركب التبريد بضغط عالي ودرجة حرارة عالية ويدفعه عن طريق النقطة واحد الى خط الطرد فلم يجد امامه اي فتحة داخل البلف العاكس غير الفتحة رقم اربعة ليه لان يا مستر الفتحة رقم اتنين والفتحة رقم تلاتة مقصورين على نفسهم ومعزولين عن مركب التبريد وبالتالي هنلاحظ ان هنا مركب التبريد هيمر لي من المصورة رقم واحد فلم يجد امامه فتحة سوى الفتحة رقم اربعة المؤصلة بالملف الخارجي الذي يعمل في هذه الحالة كمكسف وطبعا بيعمل على تكسيف البخار وتحويله الى سائل وبيدفعه بنفسه مع الحفاظ على نفس الضغط ايضا كما سبق شرحه وبيدفعه عن طريق المصورة الشعرية المصورة الشعرية هنا يا شباب بتعمل على تنظيم سريان ضغط سائل مركب التبريد وبتدفعه الى المبخر او الملف الداخلي في هذه الحالة اللي هو بنقول عليه كمبخر ليه لانه موجود داخل الغرفة فالمبخر بيعمل ايه شباب بيعمل عكس عملية عكسية للمكسف المكسف بيعمل على تكسيف البخار وتحويله الى سائل هنا المبخر يعمل على تبخير السائل وتحويله الى بخار او الى غاز عن طريق التبادل الحراري بين الهواء الساخن الخارجي ومركب التبريد البارم وعن طريق المروحة اللي احنا سبق وذكرناها وذكرنا شرحها المروحة بتعمل على سحب الهواء من داخل الغرفة بيكون هواء ساخن وتدفعه على سطح مواسير وزعانف المبخر اللي هو الملف الداخلي في هذه الحالة فيخرج الهواء بارد مكيف ادفعه داخل المكان اللي انا عاوز اعمله عملية تكييف ده الشكل العام لوضع البلف العكس في عملية التبريد صيفا طيب تعالوا نشوف نظرية العمل زي ما احنا قلناها يقوم الضاغط بسحب بخار مركب التبريد من خط الطرد من خط السحب القادم من الوحدة الداخلية اللي هي المبكر في صورة بخار مشبع وطبعا احنا قلنا بخار مشبع ان بيكون فيه نسبة من السائل بسيطة جدا فطبعا الضاغط بيضغطه ويحوله الى حاجة بخار محمس يعني نسبة البخار بتكون فيه 100% يبقى لازم نعرف الفرق بين البخار المشبع والبخار المحمس البخار المشبع هو بخار بيكون فيه نسبة بسيطة جدا من الماء او من السائل تكاد تكون 10% تكاد تكون 5% ولكن البخار المحمس بيكون بخار 100% بينما البخار المشبع بيكون بخار 90 او 95% فبدور الضاغط بيضغط البخار اللي عندي بضغط عالي ودرجة حرارة عالية ويدفعه الى المكسف كما ذكره المكسف بيحافظ على نفس الضغط ودرجة الحرارة يبقى يهمني بس ابناءنا الطلاب يعرفوا الفرق بين البخار المشبع والبخار المحمس وهنتطرق له ان شاء الله مرارا وتكرارا في الحلقات القادمة بإذن الله طيب هنا يبقى بخار مشبع بضغط منخفض ثم يضغطه الى الوحدة الخارجية اللي هي المكسف في صورة بخار محمس زودغط مرتفع ودرجة حرارة مرتفعة حيث يتبادل الحرارة مع الهواء الجوي جبريا بواسطة مروحة فيتم تكسيف بخار مركب التبريد ليتحول الى سائل زودغط عالي ثم يمر خلال المصورة الشعرية وطبعا زي ما ذكرنا لابناءنا الطلاب المفروض ان احنا نكون حفظنا نظرية العمل من خلال وظيفة كل مكون من مكونات الديرة السابق ذكرها يبقى هنا المصورة الشعرية تعمل على انخفاض ضغط وتنظيم سريان السائل وتدفعه الى المبخر في صورة سائل مرزز ليدخل المبخر ويقوم بعمله اللي هو تبخير السائل وتحويله الى غاز وضغط منخفض ودرجة حرارة منخفضة طيب تعالوا نشوف الطريقة الاخرى وهي نظرية عمل الدائرة في حالة التدفئة يبقى احنا ذكرنا نظرية العمل في حالة التبريد صيفا هنشوف بقى ان شاء الله حاليا الفرق بين التبريد صيفا وبين التدفئة شتاء ووضع البلف العاكس بيكون وضعه ازاي في كلتا الحالتين السابق ذكرها طيب نشوف هنا اول حاجة البلف العاكس احنا كنا ذكرنا في العملية السابقة ان البلف العاكس او الجزء المنزلق كان حصله يا شباب كان قافل النقطة اتنين والنقطة تلاتة وقالت النقطة اربعة هي الفري زي ما احنا بنقول ولكن هنا البلف المرشد والملف الكهرابي بيحرك الجزء المنزلق عندي ليتم قفل او الجزء او القلب الحديدي بيقفل النقطتين اتنين تلاتة واربعة معا وبتكون النقطة هنا رقم اتنين هي الفري وزي ما احنا متفقين ان مركب التبريد الخارج من خط الطرد اول مكون بيقابله بعد الخروج من الضغط لا بد ان يكون المكسف فسواء كان المكسف ملفا داخليا او ملفا خارجيا هو اول مكون بعد الضغط بيستقبل مركب التبريد زو الضغط المرتفع ودرجة الحرارة المرتفعة وبالتالي هيجي مركب التبريد من خلال المصورة رقم واحد فلم يجد امامه داخل الصمام سوى المصورة او الفتحة رقم اتنين التي تتصل في هذه الحالة الى الملف الداخلي ويعمل في هذه الحالة كاي شباب كمكسف يبقى احنا هنا عملية تدفئة فنيهمني التدفئة اننا نخلي المكسف داخل المكان ليه لاننا بستفاد بستفاد المكسف بتبقى درجة حرارته عالية جدا فني بستفاد من السخون بتاعة المكسف في فصل الشتاء اننا بدفي المكان او بعمل عملية تدفئة للمكان لذلك كان من الضروري ان يكون الملف الداخلي هو المكسف في عملية التدفئة شتاء بينما في فصل الصيف يكون الملف الداخلي مبخر لاننا فصل الصيف محتاج ان الهواء يكون بارد الى حد ما يكون درجة الحرارة مكيفة فبخلي المبخر هو اللي بيبقى موجود داخل المكان طيب هنا بعد ما شفنا الجزء او شفنا طريقة سريان مركب التبريد يدخل مركب التبريد كما سبق ذكر نظرية العمل مفيش فيها اي اختلاف مركب التبريد بيدخل عن طريق الملف الداخلي الملف الداخلي يعمل على تكسيف البخار وتحويله الى سائل مع الحفاظ على نفس الضغط ودرجة الحرارة فيكون المكسف هنا بدفعه عن طريق السائل زو ضغط عالي ودرجة حرارة عالية الى المصورة الشعرية المصورة الشعرية بتقوم بدورها يا شباب بتنظيم سريان ضغط سائل مركب التبريد وتدفعه الى المبخر في صورة سائل مرزز وطبعا بيحدث عند المصورة الشعرية انخفاض نسبي في الضغط فدي بيقولك بداية الضغط المنخفض بيكون هنا الملف الخارجي في هذه الحالة بيكون المبخر والمبخر بيعمل على تبخير السائل وتحويله الى غاز وضغط منخفض ودرجة حرارة منخفضة يبقى كده احنا قلنا الشكل العام بتاع دائرة الصمام العاكس في وضع التبريد صيفا ووضع التدفع شتاء وفي المروحة طبعا بتسحب الهواء بيكون هواء بارد داخل الغرفة ومحنا نفصل شتاء بيكون الهواء اللي عندي بارد وبتدفعه على مواصير وزعانف الملف الداخلي اللي بيعمل في هذه العملية كمكسف وبالتالي هيكون الهواء هيخرج من المكسف هواء ساخن جدا بتدفعه داخل المكان دي بالنسبة لإيه نظرية عمل احنا لسه أيلنا لعملية الصمام العاكس أو وضع الصمام العاكس في وضع التبريد ووضع التدفع تيجي نتطرق بقى لجزء مهم جدا وهو إزالة الرطوبة الموجودة على مواصير وزعانف المبخر التلج كمية التلج اللي بتبقى موجودة كبيرة جدا بتشكل يعائق كبير جدا وبتأثر على عملية التدفعه في فصل الشتاء طبعا الطبيعي زي ما احنا لسه أيلين وزي ما احنا ذكرين من دائرة تبريد صيفا أو التدفعه شتاءا إن في حالة التدفعه شتاءا بيكون الملف الخارجي مبخر وبالتالي زي ما احنا عارفين إن المبخر بيكون زوضغط منخفض ودرجة حرارة منخفضة فبيعمل كميات كبيرة جدا من التلج ونتيجة الهواء البارد ودرجة الرطوبة أو نسبة الرطوبة العالية اللي موجودة في الجو بتكون لكميات كبيرة جدا من التلج موجودة على سطح مواصير وزعانف المبخر اللي هو الملف الخارجي في هذه الحالة وبالتالي بتأثر على كفاءة الضغط وبتأثر على كفاءة عملية التبريد وبتكون عملية التدفئة عملية ضعيفة جدا وبنحسش بإيه بأهميتها نتيجة التلج لإنه عازل حراري فكان من الضروري تركيب جزء حساس وبنطلق عليه الكرس الحراري زوء الجزء الحساس ليه علشان يحس بالتلج أو بدرجة حرارة المبخر ونشوف له حل الحل ده عبارة عن إيه يا شباب إنه بيتحكم في البلف المرشد الخاص بالبلف العاكس لما بيلاقي كميات كبيرة جدا من التلج موجودة على سطح موسير وزعان في المبخر اللي هو الملف الخارجي بيدي إشارة للبلف المرشد وبيفصل الطيار عن البلف المرشد وبالتالي أما يفصل الطيار عن البلف المرشد وبيفصل الطيار أيضا عن محرك المراوح هنلاحظ هنا إيه إن مركب التبريد هيمر البلف العاكس هيمرره بعملية عكسية فهيدخل الغاز الساخن بدل ما يخش على المكسف اللي هو الملف الداخلي في هذه الحالة هيخش على المبخر وهو الملف الخارجي فنتيجة مرور الغاز الساخن الغاز الساخن مع مركب التبريد أو مع سطح موسير المبخر قلب أسبردة جدا وكميات كبيرة من الدلج فهيعمل على إزابة التلج ودي طريقة احنا بنقول عليها أيضا إزابة السلج بالغاز الساخن طيب هنحصل إيه مستر لما التلج يحصل عندي إسالة ويبقى المبخر نظيف وما فيش فيه أي مشكلة الكورس الحساس أيضا هيحسيلي بدرجة الحرارة وهيدي إشارة للبلف المرشد وهيعمل على توصيل الطيار الكهرابي للبلف المرشد ومحرك المراوح ليقوم البلف العاكس بعمله وبالتالي إحنا كده حفظنا على الديرة من إيه؟ من الانهيار نتيجة كميات التلج اللي بيكون موجودة بصفة مستمرة عندي هو ده الكورس الحساس اللي إحنا بنذكره زي ما إحنا شايفين هو الشكل اللي عمل اللي عندي وهو شباب متصل بمواسير وزعان في المبخر بس طبعا في عملية التلج بيبقى الجزء ده كله من المواسير ما بيبقاش باين قدامنا كده ده بيبقى متغطي كله بالتلج أو متغطي معظمه بالتلج فده الكورس الحساس اللي إحنا لسه أيلينه وأيلين نيجي نشوف أيضا نظرية عمل وإحنا طبعا قلنا بالتفصيل يتأثر الكورس الحساس بدرجة حرارة مركب التبريد الموجودة داخل مواسير الملف الخارجي ويقوم بفتح وقفل قطع توصيل المنظم فعندما تنخفض درجة الحرارة زي ما ذكرنا الملف الخارجي بدرجة كبيرة فإن المنظم يقوم بقطع الطيار الكهربائي عن ملف البلف المرشد الخاص بالبلف العاكس ومحرك المروحة وبذلك يسمح لمركب التبريد بالمرور داخل الدائرة في الاتجاه العكسي زي ما احنا قلنا وضع التبريد حتى ترتفع درجة حرارة الملف الخارجي إلى إيا شباب إلى درجة الحرارة اللي إحنا لسه أيلين عليها بحيث أنها تسمح بإذابة السلب ثم يعمل المنظم على قفل قطع تلامسه ويصل الطيار الكهربائي إلى ملف البلف المرشد ليعكس البلف العاكسة الدورة ويدور المحرك الضغط أيضا ويعكس تبعا لذلك اتجاه مرور مركب التبريد اللي إحنا لسه ذكرنا طيب نيجي نشوف مكون آخر وهو جهاز تكيف الهواء طراز الوحدات المنفصلة يبقى احنا هنا ذكرنا جهاز تكيف الهواء الشباك عرفنا تركيبه عرفنا نظرية عمله عرفنا أهم مكون ومكوناته هو البلف العاكس وإزاي بيحول من عملية التبريد إلى عملية التدفئة والعكس صحيح هنشوف مكون آخر وهو أشهر أنواع أجهزة التكيف على الإطلاق وهو لما يتمتع به من مميزات كبيرة جدا بيصعب الحصول على كل هذه المميزات في أنواع أجهزة التكيف الأخرى ألا وهو جهاز تكيف الهواء المنفصل أو جهاز تكيف الهواء المجزأ أو زي ما بنطلق عليه جهاز تكيف الهواء الاسبيليت وده طبعا بيتكون من وحدتين هنا بيختلف عن جهاز تكيف الشباك الشباك الكمبوننت أو المكونات كلها بصفة عامة بتكون داخل إطار واحد الإطار واحد ده بيبقى موجود داخل كيس إنما هنا بيبقى موجود جزئين زي ما احنا قلنا منفصل نعرف يعني ايه منفصل إنه بيتكون من وحدتين إحدهما وحدة خارجية بتركب خارج المكان خالص والأخرى وحدة داخلية بتركب داخل المكان وزي ما هنشوف من ضمن مميزاته دلوقتي له مميزات كبيرة جدا بينفرد بيها عن باقي أنواع جهس التكيف الأخرى زي ما احنا شايفين أدي الشكل العام هنا يا شباب هذه الوحدة الخارجية اللي هي عبارة عن بتتكون من الضغط والمكسف زي ما هنشوف في نظرية العمل وهنشوف في المكونات وهنا أيضا الوحدة الداخلية اللي هي بتغزي المكان وبنطلق عليها بالعامية اسمها الفانة أو المبخر والوحدات الخاصة بالمبخر طيب تعالوا نشوف مكونات الدائرة الميكانيكية ووظيفة كل جزء هي طبعا احنا قلنا لأبناءنا الطلاب مرارا وتقرارا اللي يحفظ مكونات أي دائرة تبريد هيعرف يقول نظرية العمل بكل سلاسة وبكل يسر وبالتالي نظرية العمل مش هتختلف لأن المكونات معظمها هي نفس المكونات ولكن هو الشكل في وضع المكون أيضا فقط الضغط وهو من النوع المحكم الغلق وطبعا هنا زي ما احنا قلنا الضغط فيه بعد الضغط على طول مباشرة المكسف والمكسف هو من النوع المزعنف والمدفوع بوسط مروحة أيضا نيجي من هنا طبعا دي الوصالات المتصلة بالوحدة الداخلية والوحدة الخارجية ده جدار الحائط وده اللي موجود خارج المكان وده اللي موجود داخل المكان هنا في الوحدة الداخلية بتتكون من المبكر والمروحة الخاصة بالمبكر وموجهات الهواء وفلاتر الهواء اللي بتعمل على توجيع الهواء داخل المكان وايضا في مكونين هنا المبادل الحراري كما سبق ذكره ايضا انه بيعمل على رفع كفاءة عملية التبريد وفي ايضا جزء جديد وهو مجمع الساحب مجمع الساحب يا شباب له فايدة كبيرة جدا بتعمل على حماية الضغط وحماية دائرة التبريد بصفة عامة طيب ليه هو بيعمل على حماية الدائرة لان المجمع احنا يهمني جدا ان مركب التبريد الداخل الى محرك الضغط يكون في صورة غاز مئة في المئة لان لا يجوز على الاطلاق كما ذكرت مرارا وتكرارا مرور مركب التبريد في صورة سائل او جزء حتى من السائل الى الضغط لانه بيعمل على تلف البلوف الداخلية اللي موجودة داخل محرك الضغط ليه لان السائل زي ما احنا عارفين غير قابل الانضغاط وبالتالي انا مش اعرف اضغط السائل فيهمني ان يدخل لي مركب التبريد في صورة غاز مئة في المئة طيب احنا حطينا المجمع علشان الوظيفة المهمة دي ليه لان المجمع بيعمل على فصل السائل عن الغاز ربما يكون هناك خلل في اي دائرة من التبريد او تكاد تكون شحنة مركب التبريد ازيد من المقررة فبيتم المبخر بيحول معظم الكمية او تسعين في المئة من مركب التبريد الى غاز وبيظل عشرة في المئة او خمسة في المئة سائل نتيجة وجود خلل ما لجيجة وجود خلل ما داخل الدائرة دي لو رجع الضغط هيأثر على الدائرة وممكن يعمل على تلف البلوف زي ما قلنا فحطينا المجمع عند مخرج المبخر مباشرة وقبل الضغط مباشرة ليعمل على فصل السائل عن الغاز بينما يسمح يسمح وهو يسمح للغاز بالمرور داخل محرك الضغط بينما السائل بيظل موجود داخل المجمع الى ان يتحول الى سائل الى غاز عفوا تحول الى غاز بيبتدي يمرره الى محرك الضغط مرة اخرى وبالتالي كده انا حميت الضغط يبقى ماجه يقول لابناء انا الطلبة المجمع فايدته ايه يا شباب هنقول المجمع فايدته يا مصدر فصل السائل عن الغاز مع السماح للغاز بالمرور داخل محرك الضغط بينما يظل السائل محجوز الى ان يتحول الى غاز مرة اخرى ثم يعود الى الضغط ده بالنسبة للمكون الاضافي وهو المجمع او بنطلق عليه المجمع السحب زي ما احنا شايفين عندنا في ايه في الوحدة بتاعته طيب تعالوا نشوف هنا بقى ادي الشكل او الفريم الحقيقي والوضع العام للوحدة الداخلية للجهاز بتتكون من مبخر زي ما احنا شايفين اللي هو باللون الازرق طبعا معمول هنا قطاع شباب هنا المبخر والمبخر بيصنع من مؤسير من النحاس مزعنفة طبعا سيما سبق ذكرها وفي هنا مروحة المروحة بتكون طاردة مركزية زي تريش منحنية للامام او ريش منحنية للخلف زي ما احنا شايفين لان قوة الدفع بتاعة المروحة الطاردة المركزية كبيرة جدا فبتدفع للهواء بكميات كبيرة جدا بيسهل توزيع الهواء داخل المكان اللي انا عاوز اعمله عملية تكييف نشوف ايضا هنا جزء من المرشحات اللي بتعمل على تنقية الهواء من الاتربة وطبعا ده الغطاء الخارجي ودي موجهات الهواء اللي انا بوجه منها وموزعات الهواء اللي انا بوزع منها الهواء داخل المكان ده الشكل العام للوحدة الداخلية للجهاز وبتتكون من ايه يا شباب عشان نكتبه في كراصة ايجابتنا بالطريقة الصحيحة رقم واحد المبخر وهو عبارة عن مجموعة من المواسير المصنوعة من النحاس مغطاة بزعانف من رقائق الالمونيوم رقم به او ثانيا المروحة الخاصة بالمبخر زي ما احنا سبق ذكرها تعمل على سحب الهواء من المكان ليمر بين الزعانف ومواسير الملف ليبرد ثم تدفعه الى داخل المكان مرة اخرى طيب محرك مروحة المبخر والمبادل الحراري قلناه سبق ذكره وصندوق التحكم وهو الصندوق الخاص بالجزء الكهرابي اللي عندي اللي انا بقدر اتحكم فيه في وحدة الرموت كنترول زي ما هنشوفها والاوامر المستخدمة والميكرو بروسوسر وكل الاوامر اللي بستخدمها عندي وبيبقى فيها الكرتة الخاصة بتاعة الجهاز اللي عندي موجهات الهواء وقلناها اللي بتعمل على سحب الهواء وتوزيعه داخل المكان طيب تعالوا نشوف مكون اخر وهو الوحدة الخارجية كما هي موجودة امامي الوحدة الخارجية بتتكون من الضاغط والضاغط ايضا ممكن يكون من النوع التردودي ربما ان النوع التردودي بقى قليل استخدامه حاليا فبقى البديل اللي بيكون موجود له هو النوع الروتري اللي موجود عندي امامي دلوقتي وفيه هنا ايضا المكسف وزي ما احنا شايفين موسير المكسف هي مغطاب زعانف بتصنع من النحاس الاحمر او النحاس الاصور زي ما احنا شايفين وفيه هنا المروحة او الخاصة بالوحدة الخارجية اللي بتعمل على دفع الهواء على المكسف او الملف الخارجي اللي سواء كان بيعمل مكسف او يعمل كمبقر على حسب وضع البال في العاكس زي ما احنا ذكرناه زي ما احنا شايفين هنا ادي الشكل العام وادي الفريم للوضع الوحدة الخارجية اي حيانا بنطلق عليها وحدة التكسيف الضاغط وهو من النوع التردد المحكم الغلق او النوع الدوار المكسف ويتكامل مجموعة من ملفات الموسير حولها زعانف ويتم تبريده بالهواء الجبري بوسطة المروحة زي ما احنا لسه ذكرناها لابنائنا الطلاب طيب تعالوا نشوف نظرية العمل احنا قلنا مرارا وتكرانا لابنائي الطلبة والطالبات اذا انت حفظت وظيفة كل مكون من مكونات دائرة التبريد الاساسية بما فيهم بعض الاجزاء الاضافية واحنا تطرقنا لهم في حلقات عديدة جدا هنعرف نقول نظرية العمل بكل سلاسة ونقول نظرية عمل مش بس نظرية عمل تكيف الاسبريد نظرية عمل اي دائرة تبريد على الاطلاق الضاغط بيعمل على سحب البخار وهنا مجمع السحب زي ما قلنا بيعمل على ضمان مرور مركب التبريد في صورة غاز الى الضاغط فالضاغط بيعمل على سحب البخار ويضغطه ويطرده بدغط مرتفع ودرجة حرارة مرتفع الى المكسف الذي يكون بدوره بتكسيف الغاز وتحويله الى سائل عن طريق التبادل الحراري بين الهواء الخارجي وبين سطح موسير وزعانف المكسف ومركب التبريد فهتكسف ويتحول الى سائل ليتم دفعه عن طريق خط السائل الى فين بيمشى عن طريق الوصلات اللى عندي وعن طريق البلوف الى الوحدة الداخلية والوحدة الداخلية هنا بيمر من خلالها عن طريق المصورة الشعرية المصورة الشعرية بتعمل على ايه؟ تنظيم سريان ضغط سائل مركب التبريد وتدفعه الى المبخر في صورة سائل مرزز يبقى هيدخل لي الى الضاغط عندي هيدخل لي الى المبخر على هيئة سائل مرزز كما سبق ذكره فالمبخر هيعمل على تبخير أهل السائل وتحويله إلى غاز وعن طريق المروحة الطاردة المركزية هتقوم بسحب البخار اللي بيكون موجوده هتقوم بسحب الهواء الهواء بيكون با طبعا ساخن هتقوم بسحب الهواء ودفعه على مؤسير وزعانف الوحدة الداخلية اللي بتعمل كمبخر فيخرج الهواء بارد مكيف داخل المكان ده بالنسبة لنظرية العمل وطبعا احنا ذكرناها نشوف ايضا مميزات جزء مهم جدا وبيجي لا يخلو منه الامتحانات وهي مميزات وحدات تكييف الهواء المنفصلة رقم واحد زو قدرات اكبر من تكييف الشباك احنا قلنا ان تكييف الشباك هنا ممكن ممكن تكييف الشباك يا شباب الماكس مام عندي او الكباسة بتاعته ما بحبش اكبرها لانه بتكبر في الحجم الكبير بتاع الجهاز لذلك هو بيبقى عاشين المكونات كلها داخل في ريم واحد فبنلاقي الماكس مام الى حد ما وقد يكون اكبر او اقل يصل الى 3 حصان بعد كده بتلاقي العملية بيخة بالنسبة لاجهزة تكييف الشباك هنا ده قدراته ممكن تصل الى 5 حصان والى 6 حصان بالاضافة الى هنا عزل الوحدة الخارجية عن الوحدة الداخلية وبالتالي الوحدة الخارجية بيكون فيها الضغط والمكسف او وحدة التكسييف بمعنى صح اللي هي بتطلع لحرارة وبتطلع لصوت عالي وضوضاء بتكون موجودة خارج المكان وبالتالي ما فيش ضوضاء بتكون موجودة داخل المكان من الجهاز ده بيبقى تشغيله زي ما يكون مشغل مروحة عادية ما فيش فيها اي مشكلة نهائي ايضا هنا سهولة التركيب والتشغيل والصيانة يعني طبعا ما اجعله عملية الصيانة بتبقى صيانته سهلة جدا لان كل مكون بيبقى موجود في مكون داخلي ومكون خارجي فبسهل تتعامل مع كل مكون على حدة ايضا هذه الاجهزة لا تحتاج الى فتحات كبيرة جدا الى الحائط كما في تكييف الشباك ولكن تحتاج الى فتحة صغيرة جدا في الحائط الفتحة الصغيرة ديا تكفي لامرار حزمة المواسير والاواصلات الكهربية اللي بيكون موجودة عندي بس بفيش فيها اكتر من كده بالاضافة ان الوحدات المجزئة بتصنع باشكال واحجام بتناسب الدكورات حاليا في الوقت الحالي يعني لو انا موجود في فيلا او انا عاوز لوم معين او انا عاوز شكل معين او فرين معين بتبقى الحاجات دي متوفرة باستمرار في اجهزة تكييف الهواء المجزئة كما ايضا لها مميزات عديدة ان يوجد منها النوع السقفي اللي بيركب في سقف الغرفة اللي بيكون موجودة عندي وبتتوفر بألوان واشكال واحجام مختلفة دي بالنسبة لمميزات اجهزة تكييف الهواء المنفصلة زوجوترات اكبر زي ما احنا قلنا سهولة اعمال التنظيف والصيانة سهولة توزيع هواء الغرفة حسب الرغبة انخفاض مستوى الضوضاء زي ما احنا قلنا الوحدات الداخلية بتاخد اشكال متعددة بما يتناسب مع التصميم المعماري داخل المكان عدم الحاجة الى عمل فتحات كبيرة في الحائط امكانية وضع الوحدة الداخلية داخل ممر لتوزيع الهواء على اكثر من غرفة امكانية توصيل اكثر من وحدة داخلية في نفس المكان مع وحدة خارجية وحدة يعني انا ممكن اوصل وحدة خارجية خارج المكان ووصل وحدتين داخليتين احطوهم في مكانين مختلفين بس طبعا كلما ده بيأثر على العمر الافتراضي لوحدة التباق بيأثر على العمر الافتراضي للكباس اللي بيكون موجود عندي ليه؟ نظرا لان وجود وحدتين الضغط او الكباس هيشتغل فترة اطول من اللازم وتشغيله فترة اطول من اللازم بيقلل من العمر الافتراضي للايه للضغط لذلك هي لها ميزة بس بتقلل وطبعا احيانا بيكون طول المواسير زي ما هنذكر في العيوب طول المواسير المتصل بين الوحدة الداخلية والخارجية احيانا فبعض الاحيان بيتعدى عشرة متر او سبعة متر فده بيأثر على كفاءة عملية التبريد داخل الدائم دي بالنسبة للمميزات الخاصة بالوحدات تكيف الهواء المنفصلة طيب تعالوا مع بعض نشوف ايضا وحدة العيوب الخاصة بوحدات تكيف الهواء المنفصلة ادي زي ما احنا هنشوف عيوب وحدة تكيف الهواء المنفصلة زي ما احنا ذكرنا مقيد بطول معين لوصلات الفريون ان لازم وصلات الفريون عندي ما تكونش طويلة اطول من اللازم عشان ما تقصرش على الدايرة صعوبة في التركيب بس دي طبعا يا دي تعتبر صعوبة في التركيب في بعض الاماكن ليه لان الوحدة الخارجية ربما ما فيش عندي شرفة او ربما ما يكونش في عندي بلكونة فبتلي العامل بيينصوا جيد صعوبة ليه لان بينصوا بسقالة وبيبتدي يركب الاجهزة التكيف او الوحدة الخارجية عن طريق في الهواء مباشرة فبتبقى صعبة شوي لا يستطيع تغذية اكثر من مبخر في غرفة متبعدة غرف متبعدة زي ما احنا قلنا بتأثر على العمرو اللي في تراديو بتأثر على ايه ضغط ضغط للفريون عن طريق الضغط والوصلات مقيدة بطول معين للحفاظ على جودة الاداء للدائرة وطبعا ارتفاع تكاليف تشغيل هو طبعا النوع ده من اجلس التكيف على قد ما انه ممتاز جدا ومريح جدا ومعظم الناس بتستخدمه قال لان نفس القدرة بالنسبة لتكيف الشباك بتكون ارخص يعني تكيف الشباك بيكون ارخص من ناحية المادية وتكيف الاسبوليت بيكون اعلى سعرا طبعا لأعلى سعرا وده الطبيعي لما يتمتع به من مميزات كثيرة جدا ده بالنسبة لايه للعيوب الوحدات المنفصلة طب تعالوا نشوف كده نبزة مختصرة عن وحدة التحكم في تشغيل الجهاز زي ما احنا شايفين وحدة التحكم في تشغيل الجهاز او احنا زي ما بنقول عليها الكرتة اللي موجودة داخل الجهاز اللي بتتحكم في الطيار اللي داخل عندي ادي منبع الطيار والطيار ده خلي ايه شباب 220 فولت فيه هنا فيوز الفيوز ده فايدته الاساسية حماية الدايرة من الاخطاء القهربية والاحمال الزي ده زي ما احنا شايفينه طبعا فيه هنا محولات وفيه هنا ايضا مجموحول والشكل المحول ده يا شباب زي ما احنا شايفينه المحول ده فايدته انه بيحول قيمة الطيار اللي عندي من 220 فولت الى 12 فولت زي ما احنا شايفين الطيار هنا داخل كام 220 فولت يبقى الوحدة أو الدائرة الإلكترونية بتخشي لي 12 فولتر الأجزاء اللي بيكون موجودة عنه اللي هو الترانسفورمر اللي موجود عندي ندخل على مجموه التوحيد مجموه دي تخشيها فايدة أساسية أو فايدة كبيرة جدا إيه هي الفايدة؟ إنها بتحول الطيار المتغير الداخل إلى الدائرة إلى طيار مستمر زي ما إحنا شايفين الطيار هنا مكتوب A-C معناه طيار متغير يا شباب ولكن بعد مجموعة التوحيد اللي تطرقنا لها في مادة تكنولوجيا الكهرباء خرج لي الطيار مستمر اللي هو 12 فولت أو 12 DC زي ما إحنا إيه شايفين مجموعة التوحيد فيه هنا طبعا منظم الجهد ومنظم الجهد دي فايدته الأساسية إنه بإيه؟ بينظم لي الجهد وبيضمن إن الجهد عندي يدخل إلى الوحدة الداخلية أو إلى الميكرو بروسوسر اللي بيكون موجودة عندي هنا يخش لي طيار 5 فولت زي ما إحنا شايفين الطيار بيخش لي 5 فولت زي ما إحنا شايفين بالدائرة اللي بيكون موجودة عندي نيجي نشوف الميكرو بروسوسر والميكرو بروسوسر ده هو العقل الإلكتروني المسؤول عن تنفيذ العمليات والأوامر اللي بتعطى لأجهاز تكيف الهواء من خلال الميكرو بروتوسر اللي بيكون موجودة عندي ده لأنه هو اللي بياخد الأمر سواء كان من الرمود كنترول أو سواء كان عملية تبريد صيفاً أو تدفئة شتاءاً أو نوع العملية بياخد الأمر من الرمود كنترول وهو بيحولها وبيتعامل مع الجهاز على هذا الأساس لذا فإله أهمية كبيرة جداً داخل الديرة وهي أهميته الأساسية أن أنا أحافظ أو أحول الأوامر اللي بيكون موجودة عندي سواء كان من الرمود كنترول أو سواء كان من حالات التشغيل إلى أوامر باستخدامها داخل الجهاز ودي أيضاً مجموعة ريليهات زي ما إحنا شايفين مجموعة الريليهات ده هي زي ما إحنا شايفين يا شباب خاصة على حماية الديرة وبتعمل على توصيل وفصل بعض أجزاء من الديرة وبكده من خلال وحدة تشغيل الجهاز زي ما إحنا شايفين بقدر أتحكم في إيه شباب بقدر أتحكم إلكترونياً في جهاز تكيف الهواء طبعاً المصر زي ما إحنا قلنا حماية الدائرة من الأمبير العالي الفايرستور زي ما إحنا قلنا أو الفايرستور حماية الدائرة من الفولت العالي أيضاً المحول اللي هو تحويل الجهد من 22 إلى 12 فولت وده طبعاً محول خفض مجموعة التوحيد وتعمل على توحيد الطيار أو تحويل الطيار المتردد إلى طيار مستمر وهي عبارة عن أربعة زي ما إحنا قلنا موحدات موصلين مع بعض مكسف تنعيم طيب فايدة مكسف التنعيم ده يا شباب إنه بيحصل على طيار مستمر مئة في المئة وبيضمن إن الطيار اللي داخل إلى الميكرو بروسوسر طيار مستمر مئة في المئة والقيمة اللي أنا عاوزة منظم الفولت زي ما إحنا قلنا اللي هو الريجيليتور فايدته الأساسية أو اللازمة هو تشغيل الميكرو بروسوسر عندي تبنيجي نشوف المكون المهم اللي إحنا لسا يلينه وهو الميكرو بروسوسر هو الجزء المخزن عليه برنامج تشغيل جهاز التكييف وهو يعمل عنده كام فولت عنده خمسة فولت كما زبق ذكره وطبعا إحنا قلنا اللي هو مسؤول عن العمليات والمعلومات والأوامر المنطقية اللي بتعطله لذلك وهو يستقبل المعلومات والأوامر الواردة من المستقبل اللي هو الرسيفر إلى الحساسات نشوف آخر مكون من الدائرة الإلكترونية وهو المستقبل المستقبل ده عبارة عن إيه شباب ودي الشكل العام أو الفريم دي صورة لمكونات الأجزاء الإلكترونية أو الكرتة الداخلية اللي بيكون موجودة عندي خلاص هنا المستقبل هو وحدة استقبال الإشارة من وحدة التحكم اللاسلكية الرمود يبقى بيستقبل الإشارة من الرمود والتشغيل إلى كرتة التشغيل اللي يستقبلها وبيعطوا الإشارة يعني بالعربي كده بياخد الإشارة من الرمود كنترول ويروح موصل الإشارة إلى الميكرو بروسوسور المخزن عليه برنامج التشغيل ليقوم بتنفيذ الإشارة اللي بيكون موجودة عندي لما نيجي نشوف هنا زي ما احنا شايفين دي الشكل العام بتاع الوحدة أو الشكل العام بتاع الكرتة اللي بيكون موجودة عندي الاحتياطات التي يجب مراعطها أيضا دي هننهي بها حلقتنا إن شاء الله الاحتياطات التي يجب مراعطها عند تركيب أجهزة تكييف الهواء الغرف أو الشباك رقم واحد التأكد من أن قدرة الجهاز تناسب المكان المراد تكييفه ثانيا التأكد من أن مصدر الكهرباء والعداد مناصبان لقدرة الجهاز ثلاثة أن يتناسب الجهاز مع ديكور المكان زي ما احنا زبقنا وذكرناها أربعة اختيار مكان التركيب الداخلي بيكون مناسب وبيحسن يسمع بتوزيع الهواء داخل المكان خمسة يكون التركيب في مكان يسمح بالتشغيل والصيانة للوحدة الخارجية ستة أن يكون مكان التركيب الخارجي بعيدا عن مصدر الحرارة وأشعة الشمس في مكان جيد التهوية غير الرطب طيب نجي نشوف سبعة مراعاة المسافة بين الوحدتين زي ما احنا زكرنا تمانية مراعاة المسافة بين الوحدة الداخلية والخارجية في جهاز التكييف المجزأ حتى لا تقلل من قدرة الجهاز كما سبق ذكره تسعة عمل الميل اللازم للوحدة الداخلية في الجهاز لعشان تتم عملية زيابة الصقيع والزهالد وسهولة تصريف المياه المتكاسفة عشرة التأكد من تركيب الوحدة الخارجية التأكد من وحدة الخارجية للجهاز المجزأ في وضع ناسب مع تصريف المياه وبكده بالنسبة لحلقتنا النهاردة ان شاء الله احنا تطرقنا خدنا أنواع جهاز تكييف الهواء الشباك وجهاز تكييف الهواء المنفصل وشرحنا تركيب كل نوع وشرحنا أهمية البال في العاكس وشرحنا دائرة التحكم الإلكترونية وأهميتها ومميزات وعيوب جهاز تكييف الهواء المنفصلة وشرحنا أيضا الاحتياطات التي يجب مرعاة عند تركيب جهاز التكييف سواء كان شباك أو تكييف منفصل أتمنى من أبناء الطلبة إن شاء الله أنهم يكونوا استفادوا من الحلقة على أمل أن نلقاكم إن شاء الله